السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أصدقائي مجددا على قناة ناش تيفي أحبابي الكرام اليوم بدي أحكي عن هذا الإشعاري اللي ظاهر عندي بحسابي AdSense طبعا بالنسبة للحسابات القديمة بيعرفوا هذا الشي من زمان وبتكون ظهرت عندنا الإشعارات وبيكونوا حلوا مشكلتها أساسا هي مالا مشكلة رح نحكي اليوم عن شو معنات هذا الإشعار أو شو معنات هي الرسالة اللي ظاهرة عندي بحسابي AdSense مثل ما نكون شايفين عم يقلي اعتبارا من 1 تموز يونيو يمكنك الاختيار من بين جوجل وشركائها الإعلانيين لتحديد من يمكنه تحقيق الربح المادي من عروض الأسعار كجزء من إعدادات قانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا طبعا أحبابي الكرام بالنسبة لحماية خصوصية المستهلك بكاليفورنيا يعني بالولايات المتحدة الأمريكية مثل ما بنعرف أصدقائي لما نحنا بنبحث عن أي شيء معين بالإنترنت على جوجل ولا على فيسبوك ولا على اليوتيوب طبعا جوجل بتجمع معلومات عننا تمام؟ بتجمع معلومات عننا يعني بتتسجل عندها بسجل النشاطات أو بسجل البحث وما إلى ذلك فلاحظوا أنتوا أحبابي الكرام أحيانا نحنا بنبحث عن شيء ما بنلاقي بنبحث عن أي شيء ممكن نحنا ما نلاقي طلبنا فمنتفاجأ أنه لما بندخل على اليوتيوب أو على يعني أي موقع من المواقع اللي بيعرض إعلانات أدسينس أو مثلا لما ندخل على اليوتيوب بنكون عم نبحث عن شيء معين وما لقناتنا فمننتقل لفيديو آخر لقنات أخرى منلاقي إنه الإعلان اللي ظهر لنا قبل الفيديو الإعلان بيكون منلاقي فيه هذا الشيء اللي عم نبحث عنه يعني أنا نفرض إنه أنا عم ببحث عن تطبيق معين فبلاقي الإعلان عم يظهر لي التطبيق اللي أنا كنت باحث عنه فأنا بستغرب إنه كيف اليوتيوب عرف شو اهتمامي طبعا هذا الشيء بيكون بسبب إنه جوجل عم تجمع معلوماتنا يعني حتى لو دخلنا على الفيسبوك وبحثنا بالفيسبوك فجوجل بتاخد هالمعلومات هاي وتخزنها عندها وبتعطينا الإعلان المناسب لإلنا فهذا الشيء دايا الناس اللي موجودين بكاليفونيا أو يعني موجودين بهالمنطقة بالولايات المتحدة الأمريكية ورفعوا دعوة على شركة جوجل إنه شركة جوجل عم تنتهك خصوصية الزائر يعني أو الناس يلي عم يشتغلوا على الأنترنت فقامت شركة جوجل بهذا الإجراء بحيث إنه نحنا اللي نحدد هل هذا الزائر يلي عم يدخل على المدونة أو على اليوتيوب رح ينعرض له الإعلانات بناءا على سجل البحث السابق اللي هو عمله ولا إنه نحدد إنه لا أنا بدي هذا الزائر لما يدخل على مدونتي أو على قناتي على اليوتيوب على فيديوهاتي يظهر له إعلان حسب المحتوي اللي أنا ناشره تمام؟ يعني أنا مثلا ناشر عن لعبة معينة فالإعلانات اللي رح تظهر للزائر عن لعبة معينة لو أنا شارح عن الطبخ رح يظهر له إعلانات خاصة بالطبخ فأحباب الكرام شو لازم نحنا نعمل هل نضغط على التجاهل أم نضغط على اتخاذ إجراء أول شغلة أحباب الكرام إذا كنتوا عندكم معلم يعني مسبقا على الخيار الثاني اللي هلأ رح نشوفه فاضغطوا على التجاهل أما لو أنتوا لسه ما عملتوا أي إجراء وظهرت لكم الرسالة لأول مرة ففقط بتضغطوا على اتخاذ إجراء فرح نضغط على اتخاذ إجراء بعدين مثل ما نكون شافين أصدقاء ظهرت معي هاي الصفحة قانون خصوصية المستهلك في كاليفونيا طبعا بيظهر لي هدول الخيارات أو يعني الاختيارين اللي لازم اختار واحد منهم إذا كان عندك معلم على الاختيار الأول يلي بيئلك أنه عدم تقييد معالجة البيانات تواصل جوجل عرض الإعلانات المخصصة للمستخدمين المؤهلين في كاليفونيا وتستند الإعلانات المخصصة إلى السلوك السابق المستخدم مثل الزيارات السابقة إلى المواقع الإلكترونية والتطبيقات أو الأماكن التي زارها المستخدم بمعنى مثل ما قالت لكم أنه السجل السابق للبحث يلي قام فيه المستخدم هو هلا مسجل على جوجل فرح نترك الإعلانات نحنا ولا لا طبعا نحنا لازم ما نختار هذا الخيار نحنا لازم نختار الخيار الثاني واللي هو بيئلك أنه تقييد معالجة البيانات يعني بمعنى مثل ما قالت لكم أصدقائي أنه إذا اخترنا نحنا الخيار الثاني رح نقيد استخدام البيانات بحيث أنه لما الزائر يدخل على مدونتي فرح يظهر له الإعلان الخاص بالموضوع اللي هو عم يقرأ إعلان قريب لإله يعني أما لو كان عم يدخل على قناتي على اليوتيوب على فيديوهاتي فرح يظهر له حسب المحتوى اللي أنا ناشره ما رح يظهر حسب المحتوى اللي هو كان يبحث عنه من زمان إلا البيانات المخزنة سابقا وبعدا مننا بنضغط على حفظ التغيرات وبعدين أصدقائي برجع للصفحة الرئيسية وإذا ظهر هذا الإشعار مرة تانية فبعمله تجاهل بما أني أنا غيرت الإعداد تمام أصدقائي فيعني هذا الإجراء حتى لو نحنا ما اتخذنا أي شيء بخصوصه ما رح يأثر علينا كونه نحنا في الدول العربية موجودين ولكن الأفضل أنه نحنا نعمل هذا الإعداد مثل ما أنا عملته لأ رح أضغط هنا على تجاهل حتى ما يرجع يظهر عندي هذا الإشعار تمام أصدقائي فمتل ما كون شايفين الإشعار عندي راح خلاص أنا عملت الإعداد يلي لازم أعمله فبتمنى يكون أعجبكم الشرح أصدقائي ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد كان معكم أخوكم نادر الشيخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته